مش بيصوموا رمضان وشايفين انه ملوش اي علاقة بالاسلام شايفين ملوش علاقة بالاسلام؟ شهر رمضان ملوش علاقة بالاسلام؟ امال مين حضرتك اللي يقول لي علاقة بالاسلام؟ السيد إبراهيم إليسا مثلا؟ وقالوا ان السماء لو انطبقت على الارض مستحيل يصوموا في رمضان في منهم اللي كان بيفطر بسبب انه مش قادر يصوم وفيه اللي مقتنع انه مش روكل من اركان الاسلام لكن الصادم اللي كانوا بيفطروا عشان يبوسوا الفنانات في رمضان النهاردة هنقولكم عن فنانين مش بيصوموا شهر رمضان والأسامي هتكون صادمة لكم أولهم إيناس الدغيدي إيناس مادام إيناس الدغيدي حضرتك لو دورت وراها شوية اسمها في البطاقة إيناس أبو لهب نتنياهو الدغيدي اللي قلت إن المسلمين بحبكينها حبتين ومفيش حاجة اسمها صيام من الأساس في الدين الإسلامي الصيام ده عادة فرعونية قديمة عادة فرعونية قديمة؟ آه عشان كده الأستاذ زي حواس ما شاء الله ما كانش بيفوت ولا اتنين ولا خميس مالهاش علاقة بالإسلام وإن كل واحد حر يصوم إزاي وإمتى وإنه ممكن الواحد يصوم في أي شهر من السنة مش شرط رمضان أما تاني شخصية معينا فهو تامر حبيب اللي نزل يوم في نهار رمضان وولع سجارة في الشارع وجب إزازة مية كبيرة وقعد يشرب منها لا استني بس هو مين تامر حبيب ده أصلا ممثل ولا كاتب ولا شغل كاتب تامر حبيب معرفوش ومن بعدها طلع في برنامج تلفزيوني أعلن أنه بقاله خمس سنين منقطع عن الصيام لكن القرار ده غصب عنه مش بمزاجه بسبب ظروف صحية وطلع وقال أنا بقالي خمس سنين مش بصوم عشان عملية جراحية عملتها وقبلها كان جالي جلطة عشان كده ممنوع أصوم ولازم أشرب مية عاليء كله مية إيه بقى؟ ما هل مية أنواع؟ مية كم في المية فنين؟ أما أحمد حسين ميدو فصحته على قدها في الصيام وقال أنه طول حياته ما صامش إلا يوم واحد بس كان مسافر في إنجلترا أنا يوم ما تفكر تصوم؟ تصوم في إنجلترا؟ عشان كده ربنا ما كانش كرمك ولانت ولا مرتضى منصور أنا عارف أن ندي الزمالك هو ندي فقر ليه؟ ربنا ما كانش راضع عنه علشان خاطر الأشكال اللي كانت مسكة دي وقال يجرب من باب الفضول الناس بتحس بإيه لما بتصوم؟ وحس إنه عذاب كبير وكان بيقول إنه حس إنه هيموت بالتعب وفي اليوم اللي صامه عارف إنه كان لسه في شهر شعبان ورمضان لسه بكرة ومن وقتها هو ما بيصومش نهائي وقال والله ما هعيدها تاني ده العذاب بعينه ميدو قال كده؟ اخس اخس يا ميدو ده ميدو مشاكل طلع أرجال منها ومن الأسامي اللي صدمت ناس كتير هو فريد شوئي لا هو أنت حضرتك من قبل ما تقول الأسباب أصلا أنا تصدمت أنا شخصيا وده لأنه الكلام خرج من مراته هدى سلطان وده لما قالت إنه في بداية تعرفها فريد كانوا بيمثله في شهر رمضان وهي كانت تعبانة من الحر والسيام قرب عليها وسألها لو يجيب لها حاجة ساعة تير ويعتشها ولما قالت له إنها صايمة كانت صدمة عمره وكان مستغرب جدا هي صايمة ليه وإزاي صايمة عشان بتخاف من ربنا يا عم وقال لها ليه بتعملي في نفسك كده وبتيجي على نفسك قالت له أنا بصوم وبصلي كمان ومن صدمته سبها ومشي لا بص حضرتك أنا من صدمتي مش هتفرج له على أفلام تاني أما حسين صدقي فحكيته حكاية وده لأنه كان بيصوم رمضان عادي لكن في يوم وأثناء التصوير اطلب منه إنه يبوس مديحة يسري في مشهد من المشاهد ولما رفض وقال لنا صايم المخرج اتصل بدار الإفتة واللي قالت إنه البوس التمثيلي في نهار رمضان حلال مليون في المية دار من حضرتك اللي قالت البوس في نهار رمضان حلال طالما تمثيل دار مين كده حضرتك معلش تاني؟ دار الإفتة لا لا حضرتك هو أكيد اتصل بالمعبد اليهودي عشان دي لو دار مسنين مش دار إفتة مش هتقول كده راح جيري حسين يكمل مشاده ويبوسها على طول وبعدين أنا عندي سؤال هي اللي كانت بتباس رأيها كان ايه ها؟ ونفس الموقف اتكرر مع كامال الشناوي اللي رفض يبوس كاماليا في نهار رمضان ما كان يتصل بدار الإفتاء كانت هتقوله بوس حلال عادي في نهار رمضان أقولك كانت دار الإفتاء برضه وتقوله ممكن بعد ما بوس وتخشت ريوحه شوية كمان عاديا في آخر مشهد في الفيلم ووقتها كاماليا اعتذرت إنها تصور وقالت اعتبروني مش معاكم اللي عملوا دا هنا كبيرة ليا أنا مقدرش استحميلها وهنا أقنع المخر كامال وعملوا المشهد وبسها كامال ترجمة نانسي قنقر بوسيقى ترجمة نانسي قنقر